كثرة غسيل الشعر ما يطيح الشعر لطيح الشعر هو تجفيف الشعر بعد الشوار بالسشوار الحار أو استخدام الستريتنر أو تمشيط أطراف الشعر متشابكة من غير ما نفردها والشعر اللي تشوفون يطيح بكثرة خلال غسيل الشعر هذا شعر أساسا طايح ومتشابط بين أطراف الشعر فغسيل الشعر يسهل عملية سقوطة فقط ولا هو ساقط من الأساس لكن بنفس الوقت كثرة غسيل الشعر تخلي الفروة تسير جافة مؤقتا ثم تقلب إلى دهنية لنتحفز الدهون فكثرة غسيل الشعر تخلي الشعر والفروة تسير دهنية أكثر والفروة الدهنية تأذي الشعر بقول لكم الحين كم عدد المرات المفروض تغسلون فيها شعوركم اللي فروة لا هي دهنية ولا هي جافة معتدلة يستمر على الروتين اللي هو عليه لأن هذا الروتين مناسب لك واللي فروة جافة هذا شيء مطبيعي ممكن تكون صدفية ممكن تكون أكزيمة لابد من زيارة الطبيب بالنسبة حق اللي فروة راسهم دهنية بغض النظر كان الشعر جاف أو دهني أهم شيء الفروة إذا كانت دهنية كاتب لكم تفاصيل علاج تحت وحاط لكم صور الشامبوهات